السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارات ده هنشرح ازاي نحل مشكلة التي اف تي لما بيجي نفتحها بتطلب ابديت. تعالنا نشوف هنعمل ايه? اول حاجة لو عندك اي اصدار قديم لازم تحزفه بالشكل ده كده. طبعا نحزف الاداة قبل كده وهتحمل الرابط اللي هتقول لك اسفل الهديو ده ده الاصدار الجديد. هتسبته بس والاداة هتشتغل معنا وهنشوف دلوقتي في الشرح هتشتغل معنا ازاي? ومش هيظهر معنا اخطاء. ده الاصدار الجديد هو ايه? تلاتة واحد واحد اتنين. بدل ما هو تلاتة واحد واحد. تمام? ده الاصدار الادي. ده الاصدار الجديد هو اخر اتنين. هنبدأ نفك الملف المضغوط وشرحت كسا مرة في شرحات القناة. اللي هو البسورد بيبقى حرف كبيرة. ماشي. حرف كبير. هننسى اخذ تلات حروف دول ونضيفهم هنا اللي هو وبعد كده بنلغط حسن. هيبدأ يفك المضغوط. طبعا البسورد ده في ملف فك الضغط والبسورد فيه اسناء التسبيت. هو نفس البسورد عشان الناس تبقى عارفة عشان الناس كتبت كده في تعليقات البسورد ايه هندسة. فالبسورد حروف كبيرة. تمام? اول تلات حروف في اسم الاداة. تمام? بعد كده هنعلم هنا عشان نبدأ نسبت الاداة زي اي برنامج احنا بنسبتها او زي ما ثبتناها قبل كده. بعد ما يكون حزفنا كل الملفات القديمة. تمام? بعد كده بنكتب تمام? عشان الناس تبقى عارفة بننسخ التلات حروف اهو هنسخها تاني قدامكم تاني او تلات حروف اللي في الاول ونضفهم في عمليات التسبيت هو نفس البسورد. وبأكد على الكلام علشان الناس ما تسألش كتير تحت في التعليقات. بعد كده منضيفها هنا وبندغط بعد كده عشان نبدأ نسبت الاداة. نضغط زي كنا. ودي طبعا التحديسات او الاضافات اللي اضافت داخل الاداة. الحاجات الموجودة او اتحدثت في الاداة او الخطأ اللي كان يظهر في التحديس. طبعا? دي الحاجات المفروض اللي هي في التحديس. تمام? بعد كده بنضغط عشان نبدأ هنكمل بعد كده عملية التسبيت. يعني دي القائمة دي بيعرفك الحاجات اللي اتحدثت فيها ايه? تمام? نضغط ونعلم هنا كده عشان يعمل لها ايكون على سطح المكتب نشغل منها الاداة. نضغط بعد كده وخلاص على كده هنبدأ نشغل اداة في انتهاء تثبيت الاداة. تمام? طبعا اي اداة تتثبت على ويندوز عشرة لازم تشغل اداة كمسئول. تشغلها كمسئول علشان ما يظهرش معك اخطاء. لم لازم تكون مسبت مجموعة التعريفات اللي هزيبها لك في القناة. تمام? في ها كل التعريفات وفيها كل البرامج اللي هي محتاجها ويندوز عشرة. يعني برنامج بايسون برنامج الحاجات اللي احنا محتاجينها في تشغيل الادوات. لما يجي لك معك الجهاز بتخلش على قيمة التعريفات ديت بالشكل ازا ما دخلت كده. وبتضغط على زر خفض الصوت او زر تعالية الصوت او زر تعالية صوت وخفض الصوت. وتوصل كابل عشان تشوف المعالج بتاع الجهاز ايه? عشان تعرف بعد كده تحدد اختار العملية اللي هتعمل بيها الجهاز. يعني على حساب جوجل او حسب باسورد هتعرف بعد كده تتعامل مع الجهاز. لازم تعرف الجهاز ده معالج ايه? ممكن يبقى انت حاضط في المعالج وهو معالج او العكس. تمام? ففي الحالة دي لازم تتأكل من خلال توسيل الجهاز وهو مغلق. اه طبعا الاداة تفتح معك بالشكل ده كده ومش هيظهر رسالة مش هيظهر رسالة عشان معظم. رسالة اللي ظهرت مش عاملة اصلا. فالملف ده هتثبته بعد ما تكون حزفت الملفات اللي هي القديمة. تمام? يعني اصدارات الادمة تكون حزفتها نهائي. بعد كده تتجه على ضغط على لوجين لفتح الاداة وتشغيل الاداة وما يظهرش معاك الخطأ اللي كان بيظهر قبل كده. طبعا الاداة دي شبيه الادات برضو مش هنقول اداة اه وحشة لها اداة محترمة جدا. بس دي حاجة كده كل المستخدمين الاداة دي بتشكروا فيها بالذات المبتدئين في مجال بتغنيهم معان ادوات كتير. يعني شاملة ادوات واجهزة كتير وشكلها كويس نفس شكل اداة دول. تمام? فالناس بتستراحل الاداة دي وناس كده هتبتل في تعالى هتحمل محتاجين الاداة دي. تم التوصل مع شخص طبعا شكر خاص لي. وقال لي فيه تحديس انا قدرت اجيبه فبعته لي قدرت اجيبه برضو التحديس للملف ده. قلت اعمل عليه شرح علشان الناس اللي ما تعرفش الاداة اللي هي شغالة. والتحديس ده تثبته عندها وتشغل اداة زي ما كانت شغالة قبل كده. طبعا شكر خاص لي للناس اللي هي بتدعمني او بتقف معايا في عملية نشر الادوات اللي احنا طبعا دي برضو القيمة الاختصارية كده بتعرفك التحديسات اللي اضافت في الوجهة دي. طبعا الاداة زي ما انت شغالين كده اداة خاصة باجهزة شاومي اجهزة خاصة سامسونج هواوي اوبو فيفو تيكنو معالجات الاس بي دي الجديدة وكمان آآ الاندرويد. يعني القيمة خاصة بالاندرويد اللي حاس في البرامج والحاجات دي. دي القيمة طبعا السيرش ده مقد تبحث عن موديل الجهاز. يعني هتخش على قسم الشاومي هتكتب اسم الجهاز هيظهر. تمام? آآ طبعا القسم ده بعد كده قسم خاص بالسامسونج وطبعا معزم العلمات العمليات زي ما انت شغلين كده. تخط اف ار بي فتح قفل اللي عملت احنا عارفينها وشرحنا قبل كده في الاداة. تمام? بعد كده بنزما انت شغلين كده دي الاجهزة المدعومة في الاداة. وطبعا كل الاجهزة المدعومة برضو هتصار لك اسمها هنا في التحديسات بالشكل ده كده. يعني بعرفك الاجهزة تضفها ايه? في التحديس ده مسلا فابتعرف من خلال الاداة. تمام? آآ طبعا دي عمليات السامسونج وعمليات الاصلاح الامي. طبعا الاصلاح الامي ده انا ما جربتاش الصراحة. بس ان شاء الله يتوفر معي جهاز هيتم اعمل تجربة برضو على قسم الامي ده. تمام? طبعا زي ما انت شوفين كده دي الاجهزة المدعومة لداخل الاداة. يعني هو مقسم لك شركات وكل شركة بتبقى فيها مجموعة اجهزة. يعني لو نزل تحديس تاني مسلا كميزال هدف لك في كل قسم من الشركة مسلا سامسونج نزلت جهاز جديد او قدر يضيفه هدف لك في قسم السامسونج اوبو هدفه في قسم اوبو. تمام? طبعا دعم اجهزة كتير وزي ما انت شوفين كده اجهزة كتير زي ما انت شوفين كده اجهزة اوبو. آآ كل شركة ليها مجموعة كبيرة من العمليات والاجهزة اللي احنا عارفينها المدعومة داخل الاداة. تختار الجهاز وتبدأ تستخدم العملية اللي بعد كده من خلال الاداة. بس زي ما انا قلت لازم تعرف المعالج بتاع الجهاز ايه? عشان تقدر تستخدم الاداة بشكل كامل وما يظهرش معك اخطاء. وزي ما انا قلت لازم تكون مسبت التعريفات. على فكرة الناس ما تعرفوش اللي هو فيه اه تعريفات مدمجة او بتحملها من داخل الصفحة اللي انا شرحتها لها فيها التعريفات العليمين دي. تمام? آآ فيها اداة بتحملها تبع اداة بتثبت برضو منها التعريفات. بس مش فيها كل التعريفات زي ما انا قلت. فانت حمل التعريفات انا عاملها لك في فولدر موجودة عندكم في القناة. تمام? ده قسمة برضو خاص بالشركة آآ شركات المعالجات آآ والشركات اللي هي زي الشركات سامسونج اوبو تكنو كل العملات اللي انت عايزها هتلاقيها داخل الاداة. تمام? دي برضو اجهزة تانية آآ من الاجهزة اللي احنا آآ بنقدر نستخدمها شركات كتير. وهنا برضو اجهزة لينوفو بعد كده هنلاقي اجهزة النوكيا بعدها في القناة اللي بعدها. دي اللاجهة المدعومة آآ داخل لاد인�. تمام. القسم التاني اللي انا اشو قلت عليه اللي هو خاص بالنوكيا اهو تمام? ده بيبقى برضو مجموعة من اجهزة النوكيا. ما تقولش مسلا الاجهزة النوكيا مش كتيرة هو مش هدعم لك الاجهزة النوكيا كتيرة لا هي هي ادعم لك الاجهزة اللي هي تدر اللي هو مقدر موفرها او مجربة او شغلها عن متى. تمام? ده اجهزة كتيرة من اجهزة hypernax واجهزة الابل زي ما انتم شايفين كده برضو قسم خاص بالابل. تمام? قفل افل التحدثات بتاعت بعد عملية التخطي. تمام? اه ليه اجلسة الايفون. تمام? اه تخطي الاي كلاود. تقدر تعمل اي عملات من خلال الهداء. طبعا القسم ده انا ما جربتوش تجاربه عملي. ياريت الناس اللي جربت قسم اتخط الايفون والحاجات ديت. لو القسم ده شغال كويس فعلي يكتب في التعلاقات ده عشان الناس برضو تشوف في التعلاقات. تعرف القسم ده شغال. تمام? ده برضو قسم خاص بعمليات الميدياتيك. تمام? اه يعني زي نقول ايه الجازلة مش مدعوم او مالهوش شركة. مش شركات اللي هم معروضة دلوقتي زي السامسونج اوب والحاجات دي مالهوش اسم. شركة صينية مثلا بتستخدم القائمة دي ترتفك الجهاز او اي جهاز تاني لو مش زبط معك في الاقسام دي بتبدأ تستخدم القسم ده. دي لو هتفلش جهاز فلاشة اسقطر. لو هتفلش فلاشة اسقطر. وده قسم برضو خاص باجهزة كوالكم. تقدر برضو تفلش فلاشة زي الفلاشات الخاصة باجهزة كوالكم. بس بتحتاج ملف برج علشان الجهاز يبوت معك. ملف البرج ده شرحته قبل كده. علشان يقدر يبوت معك. هنا برضو قسم خاص بعمليات الاس بي دي. تقدر تختار اي موديل من الموديلات دي او تختار اس بيو. وتبدأ تفك الباسورد او تخطي اف من خلال هذا القسم بطريقة سهلة جدا. وفي ناس عشان تبقى عارفة لو حزف الباسورد هو بيحزف احيانا الاف ار بي معها. عشان الناس ما تقولش ده ايه مفيش آآ اي كورة الاف ار بي. فهي ممكن يختار الباسورد آآ من خلال آآ الاداة. حزف الباسورد يعني وهيحزف لك الاف ار بي معها. زي برضو فكرة سي واحد وعشرين. بتحزف الباسورد لقل حزف معه حساب جوجل كمان. تمام? الاداة مميزة جدا زي ما تشعبين كده. وفيها قوائم كتيرة مميزة جدا وناس كتير حتى الان بتشكر في الاداة. مش هنقول الاداة بتفك كل الاجهزة بنسبة مية في المية هنقول مسلا سبعين في المية خمسة ستين في المية ممكن احيانا تمانين في المية على حسب الجهاز لما يبقى معنا. ده قسم خاص بالتست بوين. طبعا بياخد وقت شوية بعد على حسب سرعة النت. تمام? لما يجيب لك الصورة ويزبط لك وضوح الصورة. تمام? فاحنا ممكن نكنسلها ونبدأ نفتح قسم تاني. بس هو ده مفروض القسم ده خاص بقسم يعني يعرفك مكان النقطتين اللي هتوصل بهم لاجهزة مسلا اه كوالكم في اجهزة ميديا تيك بتحتاج تيست بويند اجهزة الهواي محلجات الكيرين فاتعرفها من خلال اداة دي. تمام? بيختار بتاع الجهاز زي كده. وتبدأ توصل النقطتين بتاعك الجهاز يقرأ معاك. ان كان بقى كوالكم ان كان ميديا ان كان آآ تمام? على حسن ما يزهر لك معاك ويبدأ يبوت معاك بعد كده وتستخدم الاداة ويختار الاختيار الصحي لعملية تقطي البصورة تحسف البصورة انت في ليش اي عملية انت عايزها من داخل الاداة. طبعا الاداة كده احنا شرحناها شرحها كده اه سريع عشان ما نطولش في الشرح. وعرفنا الاداة شغالة معنا هي ما فيش اي مشاكل علشان الناس اللي كده بتتكلم وتقولك الاداة آآ مش شغالة وناس توسط معايا كتير. آآ يعني من الاخر كده الاداة دي آآ عجباهم عشان اداة سهلة وبسيطة جدا. تمام? وده قسم خاص باختصار لعرفك التعريفات. لو انت آآ عايز تعمل انفو برضو فضع الفاستبوت يعني فقوام كتير من خلال الاختيارات دي. تمام? طبعا اداة مميزة جدا واداة محترم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.